اشهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة بقامة المهرجان الرياضي المفتوح يلا رياضة مؤكدا سموه أن المهرجان الرياضي المفتوح يحمل في طياته أهدافا نبيلة وواسعة وشاملة ورمزا على اهتمام مملكة البحرين وقيادتها الرشيدة بإرساء قيم المحبة والتآلف بين الجميع وأن اختيار الرياضة لتحقيق هذه الأداف يعد سبيل الأمثلة والأفضل للأصول إلى كافة المواطنين والمقيمين والجاليات على أرض المملكة وكان سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قد شهد منافسات فنون القتال المختلطة بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد الخليفة وأضف سموه أن المهرجان الرياضي المفتوح يؤكد التزام المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة شؤون الشباب والرياضة في زيادة حجم الحراك الرياضي الاجتماعي غير التنافسي والهادف إلى تعزيز صحة أفراد المجتمع الأمر الذي يؤكد الأهداف البعيدة المدى للرياضة باعتبارها أسلوب حياة صحية لجميع ممارسيها مشيرا سموه إلى أن حرص وزارة شؤون الشباب والرياضة على تنوع الألعاب الرياضية والأنشطة والبرامج والتي تتمثل في الرياضات الترفيهية والتروحية والاجتماعية والتنافسية والنوعية إلى جانب البرامج التثقيفية والتوعوية المرتبطة بالصحة والرياضة والبيئة تعتبر بمثابة عنصر جذب للمشاركين من مواطنين ومقيمين ومن مختلف الفئات العمرية وبيّن سموه أن خطوة وزارة شؤون الشباب والرياضة بتضمين المهرجان الرياضي المفتوح للعبة فنون الغتال المختلطة رمزا على اهتمامها بنشر هذه اللعبة بين الشباب البحريني باعتبارها من الألعاب الرياضية المهمة والتي أخذت طريقها في الانتشار السريع على المستوى المحلي والعالمي باعتبارها من الألعاب القتالية الآمنة التي تتوافر فيها جميع الشروط والقوانين التي تحافظ على سلامة اللاعبين مؤكدا سموه أن المهرجان الرياضي المفتوح يشكل مكانا مناسبا لتوفير كل الظروف المهيئة لانتشار رياضة الفنون القتالية ودعمها بصورة مباشرة الأمر الذي يساعد على إنتاج نجوم قادرين على تمثيل المملكة في هذه الرياضة وتحقيق المزيد من الإنجازات لها وشهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بطولة فنون القتال المختلط الأولى للهواء والتي أقيمت ضمن المهرجان يلا رياضة شارك فيها ثلاثون مقاتلا من خمس دول وهي مملكة البحرين، الكويت، فلسطين، أوكرانيا وأمريكا حيث تم توزيع هؤلاء المقاتلين على خمسة عشر نزالا في مختلف الأوزان المعتمدة في هذه الرياضة كما أقيم وزن المقاتلين قبل الفاعلية يلا رياضة المهرجان الرياضي المفتوح الأول وعند الحديث عن الرياضة لا بد أن يتواجد فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة من مشاركة الفريق بالبطولة التي أقيمت بتواجدي خمسة دول فبدعم وحضور من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة مؤسس منظمة كي ايش كي ام ام اي اختتمت البطولة وسط أجواء تنافسية هدفها احتضان الشباب البحريني والارتقاء بمستوياتهم وقدراتهم القتالية اليوم لما تقام مثل هذه البطولة أمام الجماهير بشكل العام حصلنا إقبال كبير حصلنا تجاوب حصلنا متعة في المشاهدة فبالفعل نشكر سمو الشيخ خالد على توجيهات بمشاركة الفريق ومشاركة الخارجية أيضا خلال المهرجان اللي أمتعنا حقيقة وساهم في إنجاح المهرجان بشكل كبير ثلاثين مقاتلا وخمسة عشرة نزل التحدي والمنافسة كان عنوانهم فقد أظهر المقاتلين مستويات قوية وإمكانيات عالية وبالإضافة إلى القدرات القتالية التي أبهرت الجميع مما يدل على تطور مستوى المقاتلين في الأوين الأخيرة والوصول إلى الأهداف الرئيسية من إقامة البطولات المحلية والله أنا أنصح الشباب أن ما دام يلعبون هاللعبة لازم يكون كتجربة لكي يكون قدراتهم واللعبة ما تتعور فيها وفيها سيفتي وكأومل يعني أنصحهم بالتجربة لازم يكون أي واحد يلعب هاللعبة يجرب يشوف أخطاء ويطلع يتعلم والله هاللغة كويس سريعة عددت تقريبا حوالي أغل من شهر بس الحمد للفريق سمو الشيقان موفر كل شي لنا أحسن مدربين أحسن لعبين ثمارون يوم في شيء متوفر وهي النتيجة الحمد لله ماشاء الله البطولة كتير قوية شفت مبرات كتير وشفت ماتشات كتير بس الماتش ماشاء الله في البحرين كتير أهل البحرين مهتمين برياضة الامامة وماشاء الله شيخ مهتم بيهم عامي فريق كويس جدا وبشكرهم على الترحيب وعلى المجهود اللي عملوا معنا نعم انتهت البطولة ولكن لم ينتهي المشوار بعد وإنما هي البداية للوصول إلى القمة من خلال امتلاكنا فريقا يحلق في سماء المحافل الدولية كيف لا وقائد مسيرة رياضة فنون القتال المختلطة دائما ما يكون في الطلعة فدعم خالد بن حمد رسم الأمل والطموحات للعالمية هذا وأعلنت لجنة المنظمة للمهرجان الرياضي المفتوح مشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين والجاليات كما شهدت تفاعلا كبيرا من قبل المشاركين والذين حارصوا على التواجد من الصباح الباكر للمشاركة في هذا الحدث الرياضي المهم تجمع رياضي أول من نوعه نظمته وزارة شؤون الشباب والرياضة برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية فقد نجحت وزارة الشباب والرياضة بكل المقاييس في تنظيم مثل هذا التجمع الرياضي الكبير من خلال استقطاب عدد كبير من المشاركين خمسة وعشرون ألف مشارك من المواطنين والمقيمين والجاليات في أكثر من خمسة وعشرين فعالية رياضية وشبابية تثقيفية وصحية أنا أعتقد من الانطلاق الأولى اليوم بدأنا ساعة تساع بالمشاركة الكبيرة من الجميع من المسؤولين من السفارات السفارات الموجودين في مملكة البحرين المواطنين الشباب العوائل بالفعل من البداية حسيننا بالنجاح وساعة بعد ساعة قاعدين نشوف مشاركة أكبر قاعدين نشوف إقبال كبير وأعتقد نحن قدرنا نحقق الهدف والأهداف اللي كنا حاطينا ذلك المهرجان أبرزة طبعا أن نحن نمنع الجميع في يوم رياضي ترفيهي ممتع هذه المهرجان لله الحمد يعني الهدف منه تعزيز أهمية أفهوم الرياضة وكذلك التالف والانسجام والتعارف فيما بين مكونات الشعب البحريني إحنا نهدف بصراحة يعني اليوم بصراحة يعني شفنا في هذه المهرجان أن كل البحرين كانت فريق وما كان عندنا أي فرق ولا تفريق المهرجان اجتمل على العديد من الفعاليات التي أجبرت الجميع على التواجد منذ الصباح الباكر للمشاركة في هذا الحدث لتصل بذلك وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى الأهداف الأساسية من المهرجان في تجسيد الألفة والتعاون والتعرف بين جميع مكونات المجتمع البحريني في قالب رياضي ترفيهي صحي وتعزيز مفهوم الرياضة وممارستها في مختلف النواحي ما شاء الله صراحة يعني اليوم مهرجان جدا جدا جميل صراحة وأعتقد أن أكثر شيء مثل ما شفت الحضور يعني طبعا الحضور هذا يدل على نجاح المهرجان أمانتنا النجاح جدا مميز شفنا رياضة كثيرة من كرة القدم كرة الطائرة والله إحنا كوزارة التربية والتعليم والله شفنا شيء جديد طبعا لم الكم الهائل من الشباب ولم المجموعة طبعا هذه عنشطة رياضية يعني تجمع جميع الجنسيات وجميع الأعمار وهذا شيء طيب يعني أنك أنت تشوفهم في يوم يتجمعون في جميع الألعاب ونتمنىها تتكرر كل مرة أتمنى أنهم يستمرون في تنظيم هالفعاليات عشان صار عندنا فرصة نتعرف على الألعاب بصورة أكبر المهرجان احتضن الصغار قبل الكبار بمختلف الفعاليات لزرع محبة الرياضة وممارستها منذ الصغر والاحتضان كافة أطياف وأعمار المجتمع كافة لتنجح وزارة شؤون الشباب والرياضة في أول تحدي لتجمع رياضي كبير ترجمة نانسي قنقر